اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيدة ميشيل باتشلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جينيف وخلال الاجتماع تم بحث التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الإنسان بين وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وسبل تعزيزه وتنميته إلى مستويات أشمل بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة كما تم استعراض الدور البارز الذي تطلع به المفوضية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي والجهود المتواصلة التي تقوم بها مملكة البحرين لمزيد من التطوير في منظومة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذا للتوجيهات الكريمة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه